السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكلي أومد وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان إن مبارك الله يتقبل منا ومنكم مع أنه إحنا على القناة من عين كل منتجات NZXT سواء كانت كيسز أو صناديق مبردات مراوح وحتى لوحات أم ولكن قبل هيك ما عيننا طرفيات إلهم ممكن مايكروفون يجعنا قبل فترة ولكن ماوس أو كيبور NZXT بإصداراتهم الأولى ما بعثوا لنا هاي المنتجات لأنه برأينا ما كانوا واضقين كتير بالمنتج تبعهم عشان يطرحوا بالأسواق بمنطقتنا العربية ولكن الآن مع آخر إصدار من لوحات function تبعتهم وآخر إصدار من فأرة أو ماوس lift منقدر نحكي أن الجماعة صاروا جاهزين لنافسه اليوم رح نشوف ثلاث طرفيات ألعاب لوحتين مفاتيح وفأرة قبل ما نبدأ الفيديو نوجه تحية إجلال وأكبار لإخوان الصامدين في كل مكان وبالذات في فلسطين وفي قطاع غزة الله ينصرهم على كل من عاداهم وأهملهم ويثبت أقدامهم في وجه الظروف والخوارزميات اللهم آمين ويتقبل منهم يا رب في شهر رمضان المبارك زي ما حكينا بالمقدمة NZXT بعثوا لنا ثلاث منتجات لوحتين مفاتيح ألعاب من سلسلة function وهذا الإصدار الثاني function 2 واحدة من نسخة الكاملة جاي باللون الأبيض وواحدة من نسخة mini TKL وجاي باللون الأسود أما الماوس فهي lift to ergo طبعا موجهة للألعاب وجاي بوزن خفيف وباللون الأبيض فخلينا نستعرضهم واحدة وواحدة فتح صندوق نشوف المزايا ونحكي عن تجد الاستخدام ونروح للخلاصة هاي gaming keyboard أو لوحة مفاتيح ألعاب NZXT function 2 بسمينها optical gaming keyboard لأنها بتيجي بـ NZXT Swift Linear Optical Switch بتيجي بـ 8000 Hertz Pulling Rate لـ Actuation تبعتها أو الكبسة بتيجي بعض نقطتين و Adjustable نستطيع نغيرها و Response Time أو سرعة الاستجابة 0.2 ms هاي شكل الكيبورد بتغليف NZXT المعتاد أبيض وبنفسجي للجهة السفلية في عنا شكل الكيبورد أيضاً تدعم NZXT كامل لأنها RGB الكاب بيجيو PBT Double Shot الPCB بيجيو Dual Layer تيجي Tape Enhanced يعني باختصار بتخفف من أصوات الضغطات كل سويتش بيجو Pre-Looped أو مزيتين من المصنع و Hot Swappable يعني بريد تغير السويتش نفسه مش بس الكيكاب و بيجي معها صفيحة من الألمنيوم ثلاثة ملي متر سماكتها عشان تكون جامدة نفتحها أول إشي ما نشوفه الكيبورد نفسها زائد مسند الإيدين اللي على فكرة وزنه ثقيل مش خفيف طبعاً تيجي بحافظة في عنا ثلاث حجرات واحد اثنين ثلاث بس الأشياء عشوائية هون في عنا سلك ملقط كم ملقط للكيكاب وسويتش إضافية و سويتش إضافية و كابس باللون الأصفر والأحمر نبدأ من الملحقات سيليك بيجي أبيض بريدد مخيط كواليتي صراحة جداً جداً لطيف مع فيلكرو NZXT حتى الراسيات عليهم NZXT الملاقص جايين باللون البنفسجي أيضاً كواليتي شكلهم جداً جميل لو عم بزبطوا على أي كيبورد هاي السويتش أربعة باللون الأصفر أربعة باللون الأحمر هاي سويتشات بيصنعوها NZXT نفسهم لنير مش كليكي ما بنسمع صوت عالية جداً وهذا الأصفر طبعاً بتركبه ونفكه المسند الإيدين زي ما حكيت جداً جداً ثقيل له عشر نقاط أو مطاطات بالأرضية عشان ما تتحرك وعليه باترن دوائر اللي هي بعد NZXT وهون فيه طبعاً مغناطيس أو حديد الحديد يأما هون يأما على الكيبورد لأنه بركب عليها بصير قطعة واحدة نشيل هاي شوي ونحكي على الكيبورد اللي أيضاً وزنها فيها ما فيها فلكس لأنه زي ما حكينا ألمنيوم من الجهة السفلية لدينا أرجل من مطاط خمسة مع ستيكر معلومات المنتج لدينا الأرجل من كل جهة نستطيع نفتحها هذه وضعية وهذه وضعية زائد وضعية الثالثة الأصلية ومن الأعلى نلاحظ لون أبيض جميل لدينا أشياء هون على يسار رح نحكي عنه ولياوت كامل للكيبورد مع شعار NZXT وإنديكيترز للإضاءة وعلينا السويتش اللي جايب اللون البنفسجي وهذا هو صوتهم من الجهة الخلفية في عنا فقط مكان وصلة USB Type-C ومن هون ما في أي شيء ولكن منشوف كيف الكبسات elevated هاي الكبسة مالكبت مظبوط هيك الكبت من هاي الجهة أيضا منشوف أنهم كبسات elevated ونفس الإشي من الجوانب أما من هاي الجهة فمنشوف ثلاث كبسات زائد ويل شعوره كتير ربري أو مطاطي مع بيجي increments مش مستمر إلو صوت الثلاث كبسات هدول هم mute كبسة gaming بتعمل disable لكبسة الويندوز وكبسة الRGB إنهم صوت والعجل ما إلو كبسة لازم تكبس هاي عشان تصير mute يعني تحكمها لطيف وغريب من جنب الكيبورد كتير عاجبيتني الكيبورد ولونها جميل وهيك منظرها مع السلك هاي لوحة function 2 mini TKL نفس مواصفات الـ function 2 الكلية بنفس الـ optical switch ولكن هاي النسخة جاي باللون الأسود وبتيجي mini TKL TKL يعني 10 key less يعني هذا الجزء كله مش موجود وحتى هذول و هذول محصورين أو مضغوطين عشان نصير شكلهم هيك نفس الكلام بالضبط نشوفه على الكارتونة التغليف نفس الاشي باستثناء أنه ما عندنا مسند للإيد عندنا الكيبورد السلك اللي هالمرة بلون الأسود للملاقط والسويتش ما رح نفتحهم فتحنا الكيبورد الأولى هاي السلك نفسه ولكن باللون الأسود أيضا نفس الكيبورد بس باللون الأسود مع اختلاف انه لاءات الكبسات صار غير لاحظوا انه الكيبورد اثنين أيضا الكيبورد نفس الاشي نفس السويتش ولكن بلاياتات TKL يعني نفس السويتش و نفس الدبل شوت PBT نفس الكابس و نفس الكنترولرز من الجنب كل اشي نفس الاشي ولكن مع اختلاف النسبة وهي منظرها مع سلك هاي ماوس NZXT LEFT 2 ERGO لما نحكي ERGO هي اختصار لERGONOMIC يعني الماوس شكلها مش منتظم عشان تيجي على شكل الإيد تيجي LIGHTWEIGHT بوزن خفيف 61 جرام 8000 هرتز PULING RATE و 26000 DPI تغليف NZXT المعتاد من الجهة السفلية المزايا الوزن PULING RATE تصميم الماوس Optical switches على الأغلب من NZXT اللي مش حاطين شو همه 100 مليون كليك اللي عمر الفتراضي تبعهم تدعم NZXT CAM و NVIDIA Reflex نفتحها كتير معجب أنا بهاي فيش داعنا مشرط أو سكين هوماغاس خلاص دايماً NZXT بيفكروا بهاي التفاصيل ومنتجاتهم هيك تغليفها لطيف وتحس سعرها فيها الغطة ما في اشي أما الكرتونة فيها الماوس نفسها اللي حجمها فكرة عاجبني أكبر شوي من المعتاد على هوا راحة إيدي أنا بفضل هذا الحجم من الماوسات اللي بعبي البان والأصابع لما أسحل إيدي وهاي تركي على الطاولة أو ما تركي تكونوا أصابعي تقريباً على هواها أو لما أرفعهم وأثنيهم يظلوا على نص الكبسات ما يطلع له هون مع أنه من هون تكبس على فكرة بس من هون كتير رسبونسيف أكثر لطيف في إشي بالأسفل ما في ولا إشي هايها موس سلكية بسلك تايب A جاي قماشي وزي كل موسات اللايت ويت بيجي وزنه أقل مطاوع جداً عشان ما نفسه يجر الموس لأ أنت بتجر بالسلك لمسة NZXT على الويل لاحظوا الطابات البارزة كتير شعور الويل لطيف والكليك تبعته امتازة كبسة DPI وعندنا الكبستين اللي هون باك ان فورث في كبسة بارزة أكثر من الثانية وهذا المنحنى الارغونوميك اللي عشان الأصبع يرتكي عليه أنا دائما أفضل لو فيه سحبة هون كمان أو طلعها من هون عشان أصبع الخامس يركي عليها كمان ولكنها مش موجودة في عندنا خشون هون منطقة هاي مبزرة شعور الاحتكاك نفس الاشي هون فكرة تصميم الماوس جدا لطيف شوفوا كيف زي الهيكل العظمي من هاي الجهة لطيفة واضح كل اشي design الماوس موجود يعني فقط structure وكل تفاصيل الماوس من جوه وطالعها لطيفة بدلا ما يعملوا الفتحات من فوق عملوها من الأسفل وما زال وزن الماوس على فكرة قليل 61 لطيف تجربتها هانيني افتح السلك عشان اقدر اجربها كويس فكرة من الماوسات القليلة اللي حجمها عجبني ممكن استخدمها على فكرة وهيك شكل المنتجات لما نشغلها لاحظوا ان اضاءات الRTB تبعتها جميلة وقوية جدا هاي مع اضاءات الستوديو خلينا نجرب اخفف الاضاءة ونشوف نجرب نغير الاعداد هاي بس بتطفي وتشغل وتغير brightness قل اكتر شوي اكتر شوي اعلى تطفي الماوس ما عليها اضاءة صراحة ما في داعي شو رايكو؟ كتير جميلة صح؟ نجرب نخفف الاعدادات كمان جدا سلس الاضاءة واكيد نقدر تحكم بالنزي اكس تي كام اكيد للاضاءة واوبشنز اخرى كمان بالنسبة لتجربة استخدام المنتجات الثلاث زي ما بتعرفوا احنا دائما نحكي ملاحظة لمنعين اشياء نتيجة تجربتها مش اشي ملموس هو اشي نسبي من شخص الى شخص زي لوحات المفاتيح الفقرة او الماوس السماعات الكراسي وحتى الى حد ما الشاشات لانه كل شخص له تفضيلات بتفرج عن الشخص الاخر بالذات في الطرفيات ولا تنسوا ان الموضوع باعتمد على حجم الايد طول الاصابع شكل الايد والاصابع شكل الماوس والكيبود طريقة الاستخدام والطباعة طريقة استخدام الماوس طريقة مسكة الماوس وفي حالة السماعات كل حدا سماعه مختلف بيفضل نوع سماعات غير عن نوع اخر من ناحية الراحة في اللبس الان اير الاور اير كل هاي الاشياء بتلعب دول فدائما راعوا هاي المسألة لما تحضروا معاينات طرفية بالنسبة للمنتجات التلاتة هدول انا صالي باستخدهم تقريبا خمس ايام الماوس خمس ايام والكيبودين كنت انطمت من واحدة لتانية خلال الخمس ايام هدول والنتيجة كانت كالتالية رح ابدأ بالماوس الماوس زي ما حكيت مسكتها جدا مريحة حجمها اكبر شوي من الماوسات الاخرى وزنها ما زال خفيف بس انا بافضل مسكتها باستثناء انه بافضل لو كان فيه شفة او لب عشان يركي عليها الاصبع الاخير بس هذا اشي انا شخصيا بفضل باقي الاشياء من ناحية المسكة الماتيريال السنسر الكبسات الاستجابة ممتازة جدا وعن اغلب رحضل استخدمها كماوس رئيسي خلال الفترة القادمة بعطيكم ان شاء الله تحديث عليها ما عندي مشكلة ان الماوس ما عليها RGB لانه اصلا بالماوسات ما بيبين ورح يزيد على وزن هاي الماوس طول السيلك ممتاز زي ما حكيت المصنعية تبعتها جدا ممتازة تخشينة اللي صاير باماكن معينة ايضا ممتاز مواقع الكبسات وطريقة كبستهم ايضا ممتازة فالتجربة كانت جدا ايجابية ونفس الكلام بقدر احكي عن لوحات المفاتيح انا شخصيا بفضل الـ Virgin الاكبر لانه بستعمل Numpad كتير بشغلي ولكن اذا انتو بتعملوا gaming الموضوع مشكلة رح يفرق معكم بفرق بالطباعة وباستخدام السكشن المحذوفة من نسخة TKL فاذا انت حدا تروح للـ Esports TKL تكون ممتازة جدا بالنسبة لك اما حدا باستخدم الـ Numpad لا والله خليك على كيبورد تبعت الحجم الاعلى الحجم الاكبر ايش ثاني انا بفضل مسند الادين اريح كتير لما اكون بطبع انا كتير بطبع بشغلي اضافة لـ Gaming انا بطبع وباستخدم الـ Numpad نيجا المصنعية والجودة خرافية جدا زي كل منتجات NZXT كيبورد ثقيلة حتى المسند ثقيل الكبسات جدا جدا استجابتها ممتازة الـ Actuation اللي جاي على مرحلتين ايضا عاجبني انا لما تتعود عليه تجربة اللعب بتكون افضل شوي الان برجع بحكي الماوسات والكيبوردات ما رح تخليك لعب خرافي جدا ولكن لما تتعود على ماوس وكيبورد معينة وتكون هي مساعدتك ادائك رح يكون افضل Double Shot PBT الغطط على الكبسات ما بيعرق ما بصير عليه زي المادة تنظيفه اسهل ايضا لسوتشات صوتها مش عالي كتير انا ما بحب الكليكي بحب لسوتشات الميكانيكي ولكن ما بحب يكون صوتها عالي استجابتها ايضا ممتازة تحكم اللي جاي على جنب الكيبورد غريب بالبداية بس ما عندي مشكل يكون على الطرف اموره طبيعية لما تتعود عليه بتصير امورها كويسة الان في ناس بمسكوا الكيبورد من طرفها ممكن يتغلب شوي بهاي الكبسات بس بشكل عام اموره ممتازة كنت بفضل لو كانت كبسة الميوت موجودة على العجل نفسه مش كبسة منفصلة ولما اكبس الميوت ضل ضاوية احمر هي بتضوي بس لما تكبسها بس ما ببين عندك انه انت عامل الميوت على الكيبورد بحب دائما يكون فيه انديكيشن للميوت سواء كان على الشاشة او على الكيبورد نفسها اخر اشي انا بتخوف منه شوي هو تنظيف مسند اليد لان المادة اللي عليه شوي على ربر من تجربة شخصية هاي المادة بتلملم اوساخ اكتر من مواد اخرى ولكن الابيض بلملم اقل من الاسود وشغلت انه فيه زي فرزات دائرية جاي حجمها اكبر من الاشياء اللي نشوفها بشركات اخرى بساعد على تنظيف افضل على فكرة فمش خايف كتير بس مع الوقت ايضا بعطيكو ابديت ان شاء الله بشكل عام التجربة جدا ايجابية ايضا لوحات المفاتيح واخر ايش انه نحكي عن اسعار هاي المنتجات وزي ما توقعتو لانها منتجات NZXT ولان جودتها عادية سعرها مرتفع نسبيا قاعدين بنحكي عن لوحة المفاتيح الفونكشن 2 الكاملة سعرها 140 دولار الميني تي كيل سعرها 100 دولار في بينهم اصدار هو تي كيل بدون ميني تيجي كبسات مرتاحة شوي اكثر سعرها 110 دولار لانا السعر مش مرتفع جدا 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 ولكنه مرتفع مقارنة مع لوحات المفاتيح الثانية بس من الجودة اللي انا شايفها اللوحاتها يبتستاه اما الماوس فسعرها 50 دولار سعرها مش غالي كتير ولكن في كتير خيارات بالسوق بتنافس على رينج 30 لل40 دولار او 25 لل40 دولار جودتها قريبة من هاي الماوس ولكن ان معكم ميزانية تزيدوا شوي الماوس مستاهل شو رايكو انتو بالمنتجات اللي شفتوها هل بتنصحوا انزي اكسي تكمل بي طرفيات الالعاب ولا تخليها على الكيسات المبردات وشوية لوحاتهم رايكم دايما بهمنا خينا نسمعوه بالتعليقات بالنهاية شكرا لكم على المتابعة اشتركونا عجبكو هذا الفيديو اشتركونا عجبكو هذا الفيديو اشتركو اشتركو القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصدكو اي فيديوهات شديدة منا اذا عدتكو اسئل ملاحظات او اقتراحات واضطواها بالتعليقات ونشوفكم ان شاء الله بفيديو القادم تحيك كبير جدا من داركم اني انا مضى سلام